السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الفاس برس اليوم كنت نرى محكام تبايا بفاش وسبب توجد ذلك اليوم سبب توجد ذلك اليوم اليوم جيت نرى الأخ زهير عنده تقديم نسيب نعيمة البدوية اللي داروا للتمديد يعني 72 ساعة واليوم جابوه الدرك الملاكي قد يتقدم امساة الامام وكيل جلالة المالك حنا ما زالي كنت سنوه وكنت طلبوا الله يدير له الخير وهذه الشهادة في حق زهير هذا السيد اللي عمر ليه الدار مش بحل ذاك شي اللي يقوله عصابة مجريم هاتش ما كانش هاتسيد الى إلا دار شي حاجة ولا أقل شي حاجة ردة تفعل هذه ردة تفعل يعني آآ ناس كيدربوا له في العراض دياله وكيدربوا له في الاعراض ديال ولداته يعني اي اي مواطن مغربي كتكون عنده واحدة ردة تفعل يعني ذاك الشي ربما هو شي حواج ما عجبوه شو ربما مهم احنا ما قديش ندخلو في هاد الحيتيات وهذه انا اللي يجاي باش نشوف الاخ زهير يعني شنو قديد يديرو معاه وكنقوله الله يطلق ليه الاستراحة والله يجعل ربين يطلق سراحه تاوه عنده الوليدات دياله هاد شي هذا فيها صفية حسابات هاد شي هذا كامل صفية حسابات وكل شي ضير على مين من بالعربية كل شي تابع البيوز كل شي تابع المرقة السوبر شاط اي واحد دخل في هاد الميل في هادا وإلا عنده مصلاحة في هاد شي باش نكونوا واضحين لماشي طارف في هاد الموضوع وإلا قد يسترزق على مأسي الناس حب من احب وكريه من كريه ولا عزاء للحاقي ذين هاد شي هذا كامل هاد روش نرح من الله راه اي واحد يعني جاء كيقول لك انا بقيت في هاد السيدة ونطق يهضر وكيقول لك انا كنت من هاد الميل في هادا وإلا راه كان ميميت امك محترماتي لجمعيات اللي هما الشرفاء نزاهاء انا كنقول هاد شي هذا خسو يحبس هاد شي هذا خسو يحبس لان هادوك عائلة وميزهر هادوك راه قولي داتها كاملين خسو يحبس من ذلك الزيارة لذلك المقام وما يدخلوهاش. فهذه المتاهات لنا السيدة في عمرها ستوتعين عام. ما عرفناش يكون السابق. خلوها نقيم على الله. ارا كيف مكان الحال كتبقى منها كاملين هذك. وهذك الناس اللي هما مدخلين هات السيدة هذين كنقول لهم عب وعار وحشوما كتسترزقوا بهات السيدة هذين اللي هي عندها ستوتعين عام. يعني هات السيدة هذين ما خاصهاش يبقوا تجربها في مواقع التواصل. إلا عندها شي حق. راكي القضاء. كين الناس المسؤولين على هات شي هذا. والقضاء راح كل واحد غد يعطي حقه. راح تشي واحد ما غد يتنزع له الحق دياله. راح نفض دولة الحق والقانون وتحية للسلطات وتحية الناس دي القضاء. اللي كيدروا واحد المجهود الجبار باش ما يضلموا حتى شي واحد. راكي اللي تابع الجق بالبوق وتابع جيلالة بالنفخ. راح معروف فهذا كتابع المشاهدة وتابع ممي. لا ما نكونوا كل شي ضاير على الاتسانس والسوبرشاط لله يا محسيني. على ذكر هذا الاتسانس شحا من المتابعين او من القناة تقول لك انا ميناء البدوية كتتخدم بولادها. يعني هاد مشكل هادا ديرها مشروع كتتخدم بي وبغى تطلع بي الاتسس والمشاهدة. شوفي انا نقول لكم احد القضية. البدوية عندها اخطأ. فهمسيني? البدوية عندها اخطأ. انا ماشي كن. انا مكن للمع لك الصورة ديالها. كنا كنخطعوه. راح تاشي واحد. ما يكذب عليك. كنا كنخطعوه كاملين كنخطعوه. يعني هاد شي هذا را. را كل شي واضح وبين. ما يحتاج شي واحد يجيل مع صورة ديالاخور. كنا كنخطعوه. كنا عدنا زلت لسان. كنا انا اللي كنهضر عليه. يخليو ذيك الممي مفتقر. لها الطرف ولها الطرف. يخليو ذيك السيدة. الصلاة والعبادة. وراح قاعد الله عزوجة. را اللي تعدى عليها ولا تضلم عليها. اراها ربي كبير. ارا ذيك سيدة. اراها بشات حجات. يعني ما يخسروا مش يكسروا لذيك الحج ديالا. ما عارفناش كونس سابق العربية. صافي. ما يخسروا مش. ده بالنسبة ده بانا ممي. الله يرحم معه. الى بقى تحياره ما سبقينيش نتابز مع اخويا. اراها بزولة واحدة رضعنا منا كاملين. انا صافيه انا صافيه كتحاولت الموضع والان السيدة موسينة. ما 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 نقدرش نقوله عليها فيها زهيمر والحاشة والله. غير هو ما يخسروا شي يكون ذاك تتحريضوا هذي. يخليوها ما بينها وباللي خلقها تدير هي ذاك شركة من الاليات الضمير ذاكي. ما يبقى شحنوها. ما يبقى شحنوها وما يبقى شراء في الفيديويات واللايفان ويقولون لها قولي ولا دير ولا فعلي. اسم اللي كيني. لقد اعجبوا لها بعد بعض القناوات شهد الطبي دا 35 يوم ديال بنت مناعم البدوية. يقول لك كيف هل 35 يوم شهد الطبي دا ومن هير عصبها لك تطلع في القناة ديالها ما فيها لأثر درا. رح تلجب معاوية دا بلا حني اضروا. رح تلجب معاوية خارج بوجه مكشوف في مدينة بلقساري. يقول لهم بقلة اوجب شهادة طبية نهار كلا عنده ومشكل معزين باللق سهل. يقولون انا اجبت سيادة طبية ما في والو. القانون را قدي تطبق على كل شيء. الحمد لله راح نفي دولة الحق القانون. رأي واحد دار شي حاجة وإلا قدي تحاسب على ذاك شيء. ما زلت نسكات بمينا من البداوية لحد الآن مزا ما شفش الأم دينا من بعد الواقع. اللي قدي نقول لك. انا سمعت بإلا البداوية محتوطة في الميلف. بإلا تهية كانت هاجمة وهذه. واللي نديك النهار بالضبط. كانت عندها الجلسة مع نادة حس. يعني رأى كاميرا دي المحكامة وكل شيء واضح وبين. يعني هي اللي بغى تتابع الناس اللي هم تهموها غادي تتابعهم. هل يتهمين على الهجم على الأخب وخص دينا والأم دينا. اه. والسيدة كانت في المحكامة. هذي شهدت الله على الزوجة لما تعطيني لا البداوية ولا أختار. هذي شهدت الله على الزوجة. هل كنت أسمعنا أن تطبع ذيها فاشكت مشات لزيارة للمستشفى. قال لك جرّوا عليها. ما كنظنش كو كان جرّوا عليها. كون القناوات الخروجوك يتبرضوا في مواقع التواصل. دي برا شوفي أي حاجة. أي حاجة قد داك كتبان. أي حاجة. أي حاجة قد داك كتبان. ما يمكن شوفي الناس كتب عن الموت. أما الحيير را كل شيء واضح. انتالي يوم شنو كتب الجهة رسالة لم نسبل هذا العائد لنبيه المشكلة ولا للقضاء. أنا كنقول بالنسبة لهذا الشي هذا في النبلولة كان دار على المشاهدات وذلك شيء. في الخر وصلت للمعقول. هذا الشي اللي يبليه أنا. يعني كيقولوا كما يقال ويا شعبي إلا السيدة. كانت بلايفات كتخرج بوحد لايفات اللي هو واحد هجوم شريس. كتقول لهم هانا جاية ونفعلوا نصفتكم للحابس وكذا وهذه. أنا كملك يقولوا القناوات. فهمسيني. حيث أنا كنخدمة كنتفرش في اليوتيوب. شي أنا البدوية بيدي دا هاجمتها. فهمسيني. ولاني من سمعت شي حقائق اللي هي صادمة. ممكن ليش. فهمسيني. صار حدس قال. ما تنسنش تدير أبوني الفايس بريس. وضغط على زر الجرس باش تصل بكل جديد. مراتل النمويت جنظم